أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الأول الأعدادي الجزء الثاني الفصل السابع الحيوانات اللافقارية الجزء الثاني من درس الإسفنجيات والجوف معويات والديدان المفلطحة والإسطوانية مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم أهداف الدرس وهي كالتالي أولا تحديد خصائص الديدان المفلطحة ثانيا توضيح كيف يصاب الإنسان بالدودة الشريطية وأخيرا تحديد خصائص الديدان الأسطوانية عزيزي الطالب اختبر معلوماتك السابقة قارن بين الإسفنجيات والجوف معويات من خلال الاستعانة بالصور التالية قارن بينهما من حيث نوع التماثل في الإسفنج وقنفذ البحر ونوع التكاثر وكذلك نوع التغذية هل تتذكر عزيزي الطالب المعلومات عن الإسفنجيات والجوف معويات؟ تأمل الصور جيدا الإسفنج عديم التماثل قنفذ البحر تماثل شعاعي التكاثر عند الإسفنج جنسي نفس الفرد داخلي خنثة ولا جنسي التبرعم بينما الهايدرا جنسي إخصاب خارجي ولا جنسي تبرعم نوع التغذية في الإسفنج والهايدرا الإسفنج تصفية الطعام من الماء الغني بالمخلوقات المجهرية الهايدرا خلايا لاسعة تسمى الحويصلات الخيطية من أجل الإمساك بالفريسة المجموعة الثالثة من اللافقاريات هي الديدان المفلطحة لنتعرف معا عزيزي الطالب على خصائص الديدان المفلطحة من أمثلتها الدودة الشريطية وهي متطفلة التغذية البلناريا وهي حرة التغذية تأمل معي عزيز الطالب صورة الدودة الشريطية التي أمامك تركيب الجسم طويلة يتكون جسمها من ثلاث طبقات من الأنسجة وهي متماثلة جانبيا طريقة التغذية عند الديدان المفلطحة بعضها متطفل يعتمد على جسم مخلوق آخر في الغذاء كما في الدودة الشريطية وبعضها حرة تمتاز بجهاز هضمي في فتحة واحدة كما في البلناريا التكاثر عند الديدان المفلطحة تكاثر جنسي يحتوي الفرد على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية كالدودة الشريطية عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول ضع إشارة صح أم خطأ أمام العبارات التالية أولا جميع الديدان المفلطحة حرة التغذية العبارة خاطئة بعضها متطفل أيضا ثانيا الديدان المفلطحة تتكون أجسامها من ثلاث طبقات من الأنسجة الطرية المنظمة في أعضاء وأجهزة العبارة هي صحيحة السؤال الثاني حدد نوع الديدان المفلطحة تبعا للخصائص التالية أولا تمتاز بجهاز هضمي ذي فتحة واحدة بالتأكيد البلناريا ثانيا تفتقر إلى وجود جهاز هضمي إنها الدودة الشريطية لنركز عزيزي الطالب الآن على خصائص الدودة الشريطية الدودة الشريطية هي عبارة عن طفيليات معوية تثبت نفسها داخل أمعاء العائل بوساطة ممصات وخطاطيف تأمل معي عزيزي الطالب شكل الممصات والخطاطيف في رأس الدودة الشريطية والتي تستخدمها لتثبت نفسها في جدار أمعاء العائل تمتاز الدودة الشريطية بأنها طويلة ويقدر طولها إلى تسعة أمتار تحصل على غذائها عن طريق تثبت نفسها في أمعاء العائل من خلال ممصات وخطاطيفة في الرأس تنمو بتكوين قطع جديدة خلف الرأس التكاثر عند الدودة الشريطية الجنسي تحتوي أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث الإخصاب عزيزي الطالب هل سمعت من قبل أن الإنسان يصاب بالدودة الشريطية؟ برأيك كيف يصاب بها؟ تأمل معي عزيزي الطالب هذا المخطط الذي أمامك للإجابة عن السؤال يصاب الإنسان بالدودة الشريطية عند أكله لحما غير مطبوخ جيدا قد يحتوي على اليراقات للدودة الشريطية تنمو الدودة الشريطية بتكوين قطع جديدة خلف الرأس تحتوي كل منها على أعضاء تناسلية أنثوية وذكرية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث التخصيب وعندما تمتلئ القطعة بالبويضات المخصبة تنفصل وتخرج مع براز الإنسان فتلتصق بالأعشاب لتنتقل بعد ذلك إلى عائل متوسط مثل الأبقار فتتطور داخله ثم تعود إلى الإنسان مرة أخرى عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن الشكل أدنى يمثل دورة حياة الدودة الشريطية تأمله جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية أولا فسر الدودة الشريطية قادرة على تثبت نفسها في أمعاء العائل للحصول على غذائها هل توصلت إلى الإجابة؟ نعم بسبب وجود ممصات وخطاطيف في رأس الدودة الشريطية السؤال الثاني وضح كيف تصاب الأبقار والإنسان بالدودة الشريطية في الرمزين ألف وجيم تصاب الأبقار عندما تأكل الأعشاب والبويضات المخصبة للدودة الشريطية أما الإنسان فيصاب بها عند أكله لحما غير مطبوخ قد يحتوي على يرقات الدودة الشريطية السؤال الثالث كيف يحدث التكاثر الجنسي للدودة الشريطية في الرمز دال؟ تحتوي أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث الإخصاب المجموعة الرابعة من اللافقاريات هي الديدان الأسطوانية لنتعرف معا عزيزي الطالب على خصائص الديدان الأسطوانية من أمثلتها الدودة القلبية دودة الإسكارس وهي متطفلة التغذية عند الديدان الأسطوانية بعضها محللات ومنها مفترسات وبعضها متطفل تركيب الجسم عند الديدان الأسطوانية أجسامها على شكل الأنبوب داخل أنبوب بينهما تجويف مملوء بسائل لها قناة هضمية بفتحتين يدخل الطعام من الفم ثم تطرح الفضلات خلال فتحة الشرج هي متماثلة جانبيا تأمل معي عزيزي الطالب شكل الدودة في الصورة التالية حيث تمثل قلب كلب مصاب بالدودة القلبية وهي تنتمي إلى الديدان الأسطوانية التي ينقلها البعود تسد الديدان أو عية قلب الكلب أو صماماته وتسبب له الموت عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول قارن بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية كما في الجدول التالي قارن بينهما من حيث التركيب والتكاثر تركيب الديدان المفلطحة تركيب الديدان المفلطحة تبعاً للخصائص التالية أولاً الدودة الشريطية تركيب الديدان المفلطحة تركيب الديدان المفلطحة تركيب الديدان المفلطحة في الرأس تنمو بتكوين قطع جديدة خلف الرأس التكاثر عند الدودة الشريطية جنسي تحتوي أعضاء تناسلية دكرية وأنثوية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث الإخصاب عزيزي الطالب هل سمعت من قبل أن الإنسان يصاب بالدودة الشريطية؟ برأيك كيف يصاب بها؟ تأمل معي عزيزي الطالب هذا المخطط الذي أمامك للإجابة عن السؤال يصاب الإنسان بالدودة الشريطية عند أكله لحما غير مطبوخ جيدا قد يحتوي على اليرقات للدودة الشريطية تنمو الدودة الشريطية بتكوين قطع جديدة خلف الرأس تحتوي كل منها على أعضاء تناسلية أنثوية وذكرية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث التخصيب وعندما تمتلئ القطعة بالبويضات المخصبة تنفصل وتخرج مع براز الإنسان فتلتصق بالأعشاب لتنتقل بعد ذلك إلى عائل متوسط مثل الأبقار فتتطور داخله ثم تعود إلى الإنسان مرة أخرى عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن الشكل أدنى يمثل دورة حياة الدودة الشريطية تأمله جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية أولا فسر الدودة الشريطية قادرة على تثبت نفسها في أمعاء العائل للحصول على غذائها هل توصلت إلى الإجابة؟ نعم بسبب وجود ممصات وخطاطيف في رأس الدودة الشريطية السؤال الثاني وضح كيف تصاب الأبقار والإنسان بالدودة الشريطية في الرمزين ألف وجيم تصاب الأبقار عندما تأكل الأعشاب والبويضات المخصبة للدودة الشريطية أما الإنسان فيصاب بها عند أكله لحما غير مطبوخ قد يحتوي على يرقات الدودة الشريطية السؤال الثالث كيف يحدث التكاثر الجنسي للدودة الشريطية في الرمز دال؟ تحتوي أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل القطعة فيحدث الإخصاب المجموعة الرابعة من اللافقاريات هي الديدان الأسطوانية لنتعرف معا عزيزي الطالب على خصائص الديدان الأسطوانية من أمثلتها الدودة القلبية دودة الإسكارس وهي متطفلة التغذية عند الديدان الأسطوانية بعضها محللات ومنها مفترسات وبعضها متطفل تركيب الجسم عند الديدان الأسطوانية أجسامها على شكل الأنبوب داخل أنبوب بينهما تجويف مملوء بسائل لها قناة هضمية بفتحتين يدخل الطعام من الفم ثم تطرح الفضلات خلال فتحة الشرج هي متماثلة جانبيا تأمل معي عزيزي الطالب شكل الدودة في الصورة التالية حيث تمثل قلب كلب مصاب بالدودة القلبية وهي تنتمي إلى الديدان الأسطوانية التي ينقلها البعود تسد الديدان أو عية قلب الكلب أو صماماته وتسبب له الموت عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول قارن بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية كما في الجدول التالي قارن بينهما من حيث التركيب والتكاثر تركيب الديدان المفلطحة هي طويلة يتكون جسمها من ثلاث طبقات من الأنسجة ومتماثلة جانبياً أما الديدان الأسطوانية أجسامها على شكل ترجمة نانسي قنقر